إن أردت تأكيدا لفكرة ما فالأرقام تغنيك فبأكثر من 33 مليار جنيه بدأت الدولة المصرية في السنوات الماضية في تنفيذ خطة محكمة لتطوير قطاع الرياضة لسيما البنية التحتية الشبابية والرياضية لأنها تضع ذاك الملف على رأس أولوياتها إذ يولي رئيس سيسي لملف الرياضة اهتماما كبيرا سواء فيما يتعلق بتطوير المدن الرياضية ومراكز الشباب بالقرى والاهتمام بالمواهب الرياضية وتحسين البنية التحتية الرياضية وتطوير مراكز الشباب وبناء الإنسان المصري وتشجيع النشء والعمل الجماعي وهو ما تجسد في نجحات كثيرة في القطاع الرياضي إبان الفترة الأخيرة حيث تمكنت الدولة المصرية من إنشاء وتطوير 13 مدينة شبابية ورياضية مع تطوير شامل لستة استادات رياضية كبيرة بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 14 ناديا رياضيا و30 مركز ابتكار شبابية بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة مراكز تنمية شبابية نهيك عن تدشين ثلاثة فروع ومراكز لنادي النادي مع إنشاء وتطوير 191 حمام سباحة في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى إنشاء 14 صالة مغطاة للألعاب الرياضية المختلفة مع تطوير المركز القومي لتدريب الفرق القومية كما تم تدشين أكثر من 4000 ملعب خماسي وقانوني ولا تزال أعمال التطوير والإنشاء جارية على 1039 مركز شباب ضمن مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى منها 366 مركزا جديدا وزارة الشباب والرياضة بدورها نفذت على أكمل وجه كل تلك المشروعات التي جاءت وترجمت التوجيهات الرئاسية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع إذن اهتمام الرئيس السيسي بذلك الملف برز وبشكل واضح من خلال رعايته للأبطال الرياضيين وتكريم النماذج المضيئة منهم الحاصلين على بطولات أولمبية ودولية وإقليمية بالإضافة إلى التوسع في المنشآت والبنية التحتية من حيث إقامة الجديد منها وتطوير القديم حتى يضاهي الدول المتقدمة في قطاع الرياضة نهيك أن مصر باتت الآن مقصدا وقبلة عالمية وإقليمية لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية وتأكيد على الرياضة المصرية في التنظيم وحسن الاستقبال والأكيد أن الفترة المقبلة سيشهد قطاع الرياضة تدوين صفحات جديدة مليئة بحصد البطولات والميدليات وتصدر التصنيف العالمي والدولي لمختلف الألعاب الفردية ترجمة نانسي قنقر